اشتركوا في القناة في النظام الفصلي للفصل الدراسي الأول محدثكم أخوكم نوح العواد فلنبدأ سويا مع ما سوف نتعلمه في هذا اليوم سنتعلم هذا اليوم كيف نستطيع تطبيق القاعدة الثمانية على الذرات التي تكون الروابط التساهمية وكذلك سوف نتعلم كيف نستطيع وصف كيفية تكوين الرابط التساهمية الأحادية وكذلك تعريف نوع الرابط سيجما وكيف تتكون فلنبدأ على بركة الله لو نظرنا إلى هذه الصورة نجد أن هناك ترابط بين ذرة البروم وذرة الهيدروجي فلو قلنا ما الذي يوجد بين الذرتين سوف يتبادر إلى ذهننا أن هذا هي عبارة عن ارتباط بين الذرة الأولى والذرة الثانية والتي تعرف بالرابطة هذه الرابطة تتكون عندما تتشارك ذرة الهيدروجين مع ذرة البروم من حيث كل ذرة تشارك بإلكترون من إلكترونات مدارها الخارجي فتصبح الذرتين مترابطتين نتيجة مشاركة كل ذرة بإلكترون من إلكتروناتها كذلك في حال اتحد الذرتين من الهيدروجين فإن كل ذرة من هذه الذرات سوف تعطي أو تشارك بإلكترون من أجل تكوين رابطة بين الذرتين وهذه الرابطة بما أنها مشاركة بين الذرات تعرف بالرابطة التساهمية إذن نستطيع القول أو نستطيع تعريف الرابطة التساهمية بأنها هي عبارة عن رابطة ناتجة من مشاركة ذرتين بإلكترون من مدارها الخارجي بمعنى أن كل ذرة من هذه الذرات سوف تشارك سوف تساهم بإلكترون من إلكترونات مدارها الخارجي لتتحد الذرتين مع بعضها البعض بزوج من الإلكترونات المرتبط أو الرابط بين هذه الذرات فعلى سبيل المثال لو أخذنا ذرة الهيدروجين ذرة الهيدروجين لديها إلكترون وحيد فقط وهو موجود في مستوى الطاقة الأول فعندما نأتي بذرتين من ذرات الهيدروجين كل ذرة لديها إلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي فعندما تتقارب هذه الذرات مع بعضها البعض يبدأ الإلكترون الأول في الارتباط بالإلكترون الثاني فتتحد هاتين الذرتين بزوج من الإلكترونات يسمى بالرابطة التساهمية إذن تتشارك الإلكترونات بين الذرات من أجل تكوين الروابط التساهمية لوجينا إلى ذرة الفلور حتى نستطيع تفصيل جزء الفلور وكيف يتكون نحتاج معرفة التوزيع الإلكتروني لذرة الفلور فذرة الفلور لديها تسعة إلكترونات عندما نقوم بالتوزيع الإلكتروني لها سنقول 1 is 2 2 is 2 2 B وزعنا أربعة فتبقى لدينا خمس إلكترونات وبالتالي لما نجي إلى مستوى الطاقة الخارجي لها وهو الثاني فنجد أن لدى ذرة الفلور 2 في ال-S و5 في ال-B يعني حاصل لجمع إلكترونات المدار الخارجي هي 7 إلكترونات وعندما نريد رسم تمثيل لويس لذرة الفلور سنقول هذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إحنا اللي همنا من هذه الإلكترونات هي الإلكترونات المفردة فنجد أن كل ذرة الفلور لديها إلكترون مفرد وبالتالي سوف تساهم في تكوين رابطة تساهمية واحدة فلذلك لو جينا إلى ذرة الفلور إحنا قلنا عندها 9 من الإلكترونات نجد إلكترونين موجودين في مستوى الطاقة الأول و7 من الإلكترونات موجودة في مستوى الطاقة الثاني فحتى تصبح هذه الذرة في حالة استقرار يجب أن يكون مستوى الطاقة الثاني يحتوي على 8 إلكترونات بمعنى أن مستوى الطاقة الثاني يحتاج إلى إلكترون واحد حتى يصبح في الحالة الثمانية أو في الحالة الأكثر استقرار فبالتالي سوف تقوم كل ذرة من ذرات الفلور في المشاركة بهذا الإلكترون المفرد بين الذرتين وعندما تتحد هذه الإلكترونات لتتكون لنا رابطة بين ذرتين الفلور يصبح حول كل ذرة من هذه الذرات 6 إلكترونات غير مرتبطة وإلكترونين مرتبطين وبالتالي مجموعة هذه الإلكترونات 6 و2 تصبح 8 إلكترونات فتصبح هذه الذرات في حالة أكثر استقرار ليتكون لنا جزء الفلور الناتج من اتحاد ذرتين الفلور بالرابطة التساهمية كيف تنشأ الرابطة التساهمية وكيف تتكون الرابطة التساهمية في جزء الفلور لو جينا للفكرة الأساسية تكون الذرات متباعدة عن بعضها البعض لذلك لا توجد بينها أي قوة تجاذب أو قوة تنافر ولكن أثناء حركة هذه الذرات قد تقترب من بعضها البعض بحيث تقوم نواة الذر الأولى بشد الإلكترونات الموجودة في السحابة الإلكترونية للذرة الثانية ويحدث تنافر بين السحابة الإلكترونية لكل الذرتين ولكن تتأثر كل سحابة إلكترونية بنواة الذرة الأخرى فيحدث تقارب بين الذرتين إذا حدث التقارب بين الذرتين وقامت كل ذرة من هذه الذرات بالمشاركة بإلكتروناتها الموجودة في مستوى الطاق الخارجي في هذه الحالة سوف تتشارك من أجل تكوين رابطة وبالتالي تصبح في الحالة الأكثر استقرار فلو جينا مثلا لجزء الماء جزء الماء مثلا ذرة الهيدروجين ذرة الهيدروجين الـ H عندها إلكترون وحيد في مستوى الطاقة الخارجي أما بالنسبة للأكسوجين فتمثيل لويس لها أن كل ذرة من ذرات الهيدروجين تحتوي على ست إلكترونات وبالتالي بما أن الأكسوجين يحتوي على ست إلكترونات والهيدروجين يحتوي على إلكترون واحد فبالتالي سوف يتحد إلكترون من الإلكترونات الحرة في ذرة الأكسوجين مع إلكترون الهيدروجين فتتكون لنا رابطة تساهمية واحدة بين ذرة الأكسوجين وذرة الهيدروجين ونظرا لوجود إلكترون حر آخر فنحتاج إلى ذرة هيدروجين أخرى حتى ترتبط مع ذرة الأكسوجين المتبقية وبالتالي نحتاج إلى ذرتين من ذرات الهيدروجين لكي ترتبط مع ذرة الأكسوجين ويتكون لنا جزء الماء نتيجة ارتباط هذه الذرات بمشاركة الإلكترونات بين الذرات وهذه المشاركة تسمى بالرابطة التساهمية إذن تتكون لنا رابطة تساهمية بين ذرتين من ذرات الهيدروجين وذرة أكسوجين نأتي الآن إلى التفصيل لكيف تتكون الرابطة التساهمية في جزء الفلور كما قلنا فإن ذرة الفلور لديه 9 إلكترونات فعندما نقوم بالتوزيع الإلكتروني نجد أن إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي للفلور وهو مستوى الطاقة الثاني هي 5 إلكترونات إلكترونين في الإس وخمسة في البي فعندما جمع هذه الإلكترونات نجد أن هذه الإلكترونات هي 7 إلكترونات وبالتالي عند رسم تمثيل لويس لذرة الفلور نجد أن تمثيل لويس لذرة الفلور يكون بالشكل التالي يكون بالشكل التالي بما أن الفلور عندها 7 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي فحنقول هذا إلكترون هذه 7 إلكترونات وبالتالي يتبقى لديها إلكترون وحيد ومنها يحتاج إلى إلكترون حتى تصبح ذرة الفلور في الحالة الثمانية أو تكون محاطة بثمان إلكترونات لتصبح في الحالة الأكثر استقرار إذن تمثيل لويس لكل ذرة من هذه الذرات أن تحاط كل ذرة بسبعة من الإلكترونات وهي الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي فعندما تتحد هذه الذرات مع بعضها البعض تتداخل الإلكترونات المفردة بين هذه الذرتين فيتكون لنا زوج من الإلكترونات الرابط وهذا الزوج من الإلكترونات هو ما يمثل لنا الرابط التساهمية بين ذرتين الفلور ويتبقى حول كل ذرة 6 من الإلكترونات التي تمثل لنا 3 أزواج من الإلكترونات الحرة أي الغير رابطة إذن عندما تتحد الذرات أو عندما ترتبط الذرتين بزوج من الإلكترونات فإن هذا الزوج هو عبارة عن زوج من الإلكترونات الرابطة أما باقي أزواج الإلكترونات التي لم تدخل في اتحاد الذرات مع بعضها البعض فيسمى بالأزواج الإلكترونية الغير رابطة وبالتالي إذا حسبنا عدد الإلكترونات حول كل ذرة من ذرات الفلور نجد أن في زوج من الإلكترونات الرابطة بين الذرتين فلذلك هو خاص بالذرة الأولى والذرة الثانية فلذلك يحسب مع الذرة الأولى ويحسب مع الذرة الثانية وهو الزوج الرابط فقط فبنقول اثنين أربعة ستة ثمانية هذه الذرة الأولى الدائرة الثانية أو الذرة الثانية اثنين أربعة ستة ثمانية فلذلك تنطبق القاعدة الثمانية أو التركيب الثماني على كلا الذرتين وبالتالي تصبح الذرتين في حالة مستقرة حدد اسم الأزواج الإلكترونية حول كل ذرة من هذه الذرات فلدينا ذرتين نحدد أسماء الأزواج الإلكترونية فعندنا في البداية هذا الزوج عندنا في البداية هذا الزوج وهذا الزوج هو الأهم وهو الزوج الرابط وهو الزوج الرابط أما بالنسبة لبقية الأزواج فماذا الزوج الأول الزوج الثاني الزوج الثالث في ذرة الفلور الأولى وكذلك الزوج الأول والزوج الثاني والزوج الثالث في ذرة الفلور الثانية فإن هذه الأزواج اللي هو الزوج الأول والثاني والثالث تسمى هذه الأزواج بالأزواج الغير الغير الرابطة ليش سميت بالغير الرابطة لأنها لم تدخل في تمثيل أي رابطة من الروابط الموجودة بين الذرات وبالتالي تسمى هذه الأزواج بالأزواج الغير الرابطة إذن عندنا نوعين من الأزواج زوج واحد بين الذرات ويسمى بالزوج الرابط وبقية الأزواج حول كل ذرة من هذه الذرات يسمى بالأزواج الغير الرابطة لعدم دخوله في تكوين أي رابطة من هذه الروابط سؤال آخر كيف تتكون الرابطة التساهمية الأحادية في جزء الهيدروجين أو في الـ H2 بنقول جزء الهيدروجين يعني يتكون من ذرتين هيدروجين كل ذرة هيدروجين لديها إلكترون واحد وعند التوزيع الإلكتروني لها نجد أنه فيها مستوى واحد ويحتوي على إلكترون واحد أيضا وبالتالي كل ذرة من هذه الذرات عندها إلكترون حر وحيد وبالتالي عندما ترتبط هذه الذرتين مع بعضهم البعض أي عندما يتحد هذين الألكترونين تنشأ رابطة بين ذرتين الهيدروجين وتسمى بالرابطة التساهمية إذن تتشارك ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض من أجل تكوين رابطة تساهمية واحدة فالتمثيل الإلكتروني لكل ذرة من ذرات الهيدروجين هو 1S1 وبالتالي يوجد حول نواة الذرة إلكترون واحد وأيضا الذرة الثانية إلكترون واحد فيبدأ هذين الإلكترونين بالاتحاد من أجل تكوين زوج من الإلكترونات الرابطة بين الذرتين فتتحد ذرة الهيدروجين الأولى بمشاركة الذرة الهيدروجين الثانية كل ذرة بإلكترونها الغير مرتبط أو هذا الزوج يتحد مع هذا الزوج من أجل تكوين رابطة بين ذرتين الهيدروجين ليتحدان مع بعضهم البعض مكونة لنا ما يعرف بجزء الهيدروجين تكون الرابطة التساهمية بين عناصر المجموعة وبالتحديد عنصر الهيدروجين مع باقي عناصر المجامع من المجموعة 14 إلى المجموعة 17 فمثلا أي عنصر من عناصر مجموعة 14 لديه أربع إلكترونات مفردة في مستوى الطاقة الخارجي فلذلك سوف يشارك أربع ذرات هيدروجين كل ذرة من ذرات الهيدروجين تشاركها بإلكترون لتتحد أي عنصر من عناصر مجموعة 14 مع أربع ذرات هيدروجين أما عناصر المجموعة 15 فكل عنصر من هذه العناصر يحتوي على خمسة إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي ولكن لديه ثلاث إلكترونات حرة فيحتاج إلى ثلاث ذرات هيدروجين حتى تشارك هذه الثلاث الذرات بثلاثة إلكترونات وتكون محاطة ذراته بثمان إلكترونات عناصر مجموعة 16 تحتوي على ستة إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي وبالتالي لديها زوجين من الإلكترونات أو عفوا إلكترونين حرين فتحتاج للاتحاد مع إلكترونين آخرين فتتحد أي ذرة من ذرات المجموعة 16 مع ذرتين من ذرات الهيدروجين أخيرا المجموعة 17 عناصر المجموعة 17 تحتوي على سبع إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي ولديها إلكترون حر وحيد فلذلك ترتبط مع ذرة هيدروجين واحدة إذن لما تتحد أي عنصر من عناصر مجموعة 17 مثلا مع ذرة هيدروجين بنقول أننا عندنا في ذرة الهيدروجين يوجد إلكترون حر وحيد وفي ذرة الفلور مثلا أيضا يوجد إلكترون حر وحيد فيتداخل أو تتداخل هذه الذرات مع بعضها البعض نتيجة مشاركة كل ذرة بإلكترون حتى تتكون لنا رابطة بين الفلور والهيدروجين فبالتالي تنشأ رابطة تساهمية واحدة بين الهيدروجين وأي عنصر من عناصر المجموعة 17 وممكن أيضا أن يحدث ارتباط بين ذرتين متماثلتين لذرات عناصر المجموعة 17 فيحدث ارتباط بين ذرة فلور وذرة فلور أخرى فتتكون لها رابطة تساهمية أحادية وكذلك باقي الذرات بنفس الفكرة فالرابطة التساهمية شباب هي عبارة عن رابطة ناتجة من اتحاد إلكترونين إلكترون من الذرة الأولى وإلكترون من الذرة الثانية وهذه الرابطة عندما تتكون بين الذرتين لها اسم وتسمى بالرابطة سيجما إذن هذه الرابطة الناشئة بين ذرة الفلور وذرة الهيدروجين بما أنها رابطة تكونت فقط من إلكترونين فتسمى بالرابطة سيجما مثال ارسم تمثيل لويس للمركب التالي وهو ثالث فلوريد الفوسفور فنحتاج إلى التوزيع الإلكتروني للفوسفور فحنقول الفوسفور 15 نوزع حنقول 1S2 2S2 2B6 الآن وزعنا 10 بعدها حنقول 3S2 12 باقي لنا ثلاثة حنقول 3B3 ونوزع الهيدروجين أيضا الهيدروجين في إلكترون واحد حنقول 1S2 أو عفوا حنقول 1S2 يعني حيكون عندنا إلكترون واحد فقط في مستوى الطاقة الخارجي وبالتالي حنقول 1S1 بعد ما وزعنا حنحدد إلكترونات المدار الخارج وهو إلكترونات أكبر مستوى من مستويات الطاقة فنجد أن الفوسفور عند 2 في الإس و 3 في البي يعني حاصل جمعهم هي 5 إلكترونات أما الهيدروجين فتحتوي على إلكترون وحيد وبالتالي عند رسم تمثيل لويس للفوسفور نجد أن الفوسفور عندها 5 أو كل ذرة من ذرات الفوسفور عندها 5 إلكترونات هذه 3 4 5 إلكترونات أما الهيدروجين فكل ذرة عندها إلكترون واحد وبالتالي حنحتاج حنحتاج إلى 3 ذرات هيدروجين لكي ترتبط مع الثلاث الإلكترونات الحرة من ذرات الفوسفور إذن حنحتاج إلى 3 ذرات من الهيدروجين لكي ترتبط مع الإلكترونات الحرة الموجودة في ذرات الفوسفور وبالتالي يكون تمثيل لويس لي هذا المركب في شكلها النهائي بهذا الشكل هذه ذرة الفوسفور حترتبط مع ثلاث ذرات هيدروجين حترتبط مع ثلاث ذرات هيدروجين ويتبقى لديها زوج من الإلكترونات الغير مرتبطة نأتي للسؤال التالي هي الرابطة التي تنتج من التشارك لما نقول تشارك يعني مساهمة وبالتالي هذه الرابطة هي عبارة عن رابطة تعرف بالرابطة التساهمية إذن الرابطة التي تنتج من التشارك بإلكترونات التكافؤ هي نوع معين من الرابطة وهي الرابطة التساهمية سؤال التالي اربط بين الرابطة في الشكل المجاور يعني هذه الروابطة الموجودة على اليمين الذي يمثل مع الشكل الذي يجاوره من حيث يمثل أي رابطة فمثلا الشكل الأول نلاحظ ارتباط آيون الصوديوم الموجب مع آيون الكلور السالح وعادة عندما يتحد آيونين مختلفين فنوع هذا الترابط يسمى ترابط آيوني وبالتالي الواحد هي الرابطة الفلزية اثنين الرابطة الآيونية وبالتالي يمثل لنا اثنين طيب في الشكل الثاني نلاحظ تداخل بين الهيدروجين والكربون وهذا التداخل ناتج من مشاركة كل ذرة بإلكترون لكي يتكون لنا زوج من الإلكترونات وبالتالي هذا الزوج من الإلكترونات الرابط هو ناتج من المساهمة أو من المشاركة وبالتالي هذا الشكل يوضح لنا الروابط التساهمي شكل الأخير نلاحظ أن نواة الذرة ذات شحنة موجبة محصورة بينها إلكترونات سالبة الشحنة وهذا عادة يتكون في الروابط المعروفة بالروابط الفلزية إذن الروابط التساهمية ناتجة من المشاركة بكل ذرة بإلكترون الآيونية ناتجة من اتحاد آيون موجب مع آيون سالب الفلزية ناتجة من اتحاد ذرة أو نواة الذرة ذات الشحنة الموجبة مع بحر من الإلكترونات ناتي لهذا السؤال أيضا اختر الإجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة لكل فقرة فبنقول معظم الروابط التساهمية تتكون بين الذرات هل الفلزات الفلزات قلنا لها القابلية على فقد الإلكترونات بشكل كبير اللافلزات لديها القدرة على اكتساب الإلكترونات أشباه الفلزات هي شريكة بين الاثنين وبالتالي من الممكن أن تتكون الروابط التساهمية بين أشباه الفلزات واللافلزات وأيضا الفلزات ولكن معظمها تكون في أشباه الفلزات تمثيل لويس لجزء الهيدروجين جزء الهيدروجين يتكون من اتحاد ذرتين هيدروجين كل ذرة هيدروجين عندها إلكترون وحيد في مستوى الطاقة الخارج فتتحد هذه الإلكترونات مع بعضها البعض ليتكون لنا زوج من الإلكترونات يربط ذرتين الهيدروجين مع بعضهم البعض فبالتالي الشكل المطابق هذا لا يطابق الشكل المرسوم أيضا هذا الشكل أو هذا التمثيل يمثل لنا أو يطابق الشكل المرسوم لأن قلنا في تمثيل لويس نستخدم النقطة أو X في تمثيل الإلكترونات السؤال الأخير يتكون فراغ عندما ترتب الذرات أو ذرتان العناصر تحتوي على ذرة واحدة والذرة أيضا تحتوي على ذرة واحدة إذن يتكون الجزء عندما ترتب الذرتان أو أكثر بواسطة رابطة تعرف بالرابطة التساهمية ختاما وصلنا إلى ختام هذا الدرس وتعلمنا في هذا الدرس أن الرابطة التساهمية لا تنشأ بين الذرات المتباعدة ولكن عندما تصبح الذرات متقاربة تقوم كل نواة ذرة بشد إلكترونات الذرة الأخرى إليها حتى يتقربان بشكل كبير ويتشاركان بإلكترونات المدار الخارجي فمثل الهيدروجين لديها إلكترون واحد والأكسجين لديها إلكترونين مفردين فلذلك ترتبط ذرتين هيدروجين بذرة أكسجين واحدة في جزء الماء هذا وصلى الله سلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم ترجمة نانسي قنقر